أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه أما بعد نتكلم اليوم إن شاء الله عن دعوته صلى الله عليه وسلم وعرضه الدعوة على عشيرته الأقربين ما قاله صلى الله عليه وسلم لفاطمة وصفية رضي الله عنهما وغيرهما من عشيرته الأقربين أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سألوني من مال ما شئتم جمعه صلى الله عليه وسلم أهل بيته وعشيرته على الطعام للدعوة إلى الله تعالى وإيه معنى لا أملك لكم من الله شيئا يعني إن لم تتبعون إنما إذا اتبعتموني وصدقتم به خلاص دخلوا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شفاعته ولهم كل كل العهد وكل الميثاق وكل المنع والشفاعة العظمة إنما لا أملك لكم من الله شيئا إذا لم تتبعوني خلاص إذا لم تؤمنوا به زي عم أبو جهل وأبو لهب خلاص كذلك أبو طالب يعني ما شايخش الجنب أخرج أحمد أيضا عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع ثلاثون فأكلوا وشربوا قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي وقال رجل يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا بحرا يعني سعى في الجد والكرم نعم قال ثم قال لآخر ثلاثا قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي رضي الله عنه أنا يعني أنا أقوم بدينك وأخرج أحمد أيضا عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطالب وهم رهط وكلهم يأكل الجذع الجذع يعني أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة هذا الاسم جذع اللغة في سن الشباب يعني وقيل أقل منها ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير منهم من يأكل الجذعة يعني يأكل جدي الواحد يعني الواحد منهم كان يأكل جدي الواحد ويشرب الفرق الفرق اللي هو ميكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنى عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز يعني الشاب له كده ثلاثة لتر مية على حاجة وقيل الفرق خمسة أقصاط والقصط نصف ساعة يعني يأكلوا كتير ويشربوا كتير وصنع لهم صلى الله عليه وسلم مدا من طعام يعني طعام قليل جدا مد يعني حاجة كده ملء الكفين بكف النبي صلى الله عليه وسلم أو بالكف المعتدل يعني فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو يعني عددهم حوالي ثلاثين كلوا من مد وبقي الطعام كما هو يعني كأنه لم يمس وهم شبع وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر غمر يعني قضح صغير عاجة صغيرة جدا يعني نتقول مثلا نصف لتر كده فشاربوا حتى رووا كلهم شربوا ثلاثين واحد شربوا وبقي الشراب كأنه لم يمس ما هي زي ما هي معجزة دي ألا مش معجزة معجزة أو لم يشرب وقال يا بني عبد المطالب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة فقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم يعني أنت كلكم أكلتم من طبق واحد صحن صغير وبقي كما هو كأنه لم يمس وشربتم من إناء صغير وبقي كما هو الماء كأنه لم يمس أو لم يشرب منه فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه سيدنا علي وكنت أصغر القوم قال فقال أجلس ثم قال ثلاث مرات كل أو كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي يعني خلاص أنت إلا هتبقى إيه في هذه المكانة هذا في التفسير لابن كثير وأخرج البزار عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي رضي الله عنه اصنع رجل شات رجل شا فيها أديه ما فيش يعني خليلة جدا يعني أي حد يكلها ما تكفيوش اصنع رجل شات بصاع من طعام واجمع لي بني هاشم وهم يومئذ أربعون رجلا أو أربعون غير رجل قال فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام فوضعه بينهم فأكلوا حتى شبع وإن منهم من يأكل الجذعة بإدامها يعني لوحده ثم تناول القدح فشربوا منه حتى رو يعني من اللبن فقال بعضهم ما رأينا كالسحر يعني اللي احنا شوفنا ده زي السحر أشبه بالسحر يرون أنه أبو لهب الذي قاله يعني قال هذه الكلمة أبو لهب فقال يا علي اصنع رجل شات ثاني ولعل الموضوع ده في يوم ثاني بصاع من طعام وأعدد قعبا من لبن وقعب من لبن هو قضح ضخم غليظ القصعة والقصعة تشبع عشرا قال ففعلت فأكلوا كما أكلوا من اليوم الأول وشربوا كما شربوا في المرة الأولى وفضل كما فضل في المرة الأولى يعني كلوا شبع والأكل زي ما هو فقال ما رأينا كاليوم في السحر فقال يا علي اليوم الثالث اصنع رجل شات بصاع من طعام وأعدد قعبا من لبن ففعلت فقال يا علي اجمع لي بني هاشم فجمعتهم فأكلوا وشربوا فبدى راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة أيام يطعمهم ويسقيهم ويروا المعجزة فتكرر ثلاثة أيام الطعام كما هو والشراب كما هو لم ينقص منه شيئا فقال أيكم يقضي عني ديني قال فسكت فسكت وسكت القوم فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنطق يعني عرض عليهم تاني الكلام فقلت أنا يا رسول الله فقال أنت يا علي أنت يا علي وأصغر الناس في هذا الوقت سيدنا علي وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم بمعناه في حديثه فقال أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي قال فسكت وسكت العباس رضي الله عنه فشيت أن يحيط ذلك بماله قال وسكت أنا لسن العباس ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس فلما رأيت ذلك قلت أنا يا رسول الله قال وإني يومئذ لأسوأهم هيئة رضي الله عنه وإني لأعمش العينين ضخم البطن قمش الساقين معنى أعمش العينين يعني ضعف الرؤية عنده يعني سيلان عينه بتدمع باستمرار إذن علي رضي الله عنه ومعنى حمش الساقين أو خمش الساقين يعني دقيق الساقين يعني ساقه نحيفة كذا في التفسير لابن كثير في البداية أيضا كما قد تقدم الحديث بسياق آخر عن ابن عباس رضي الله عنه في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على المجامع يعني أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا مع قومه مع قومه ومع ذلك لا يؤمنه كم لاقى من الأذى والشدة ويريهم الآية تلو الآية ومع ذلك يعني ما يستجيبون له وما ينقادون لدعوته صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي وهو صغير لأن الفطرة دايما بتبقى دايما صغار السن يبقى فطرته سليمة ليسا ما تلوثيتش بخلاف الكبر يعني قليل جدا من الناس اللي يكبر وتظل معه الفطرة سليمة ويظل معه القلب كما هو نقي ولكن سيدنا علي يستعد لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ويقوم ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في كل مرة ولكن في المرة الأخيرة النبي عليه وسلم يضرب على يدي وكأنه يقر ويعتمد ويعني خلاص أنت معنا واعتمدناك كده انتهينا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعشيرته الأقربين وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة في السفر كم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أناس وأفراد في أسفاره دعوته صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة أخرج أحمد عن ابن سعد رضي الله عنهما وسعد الذي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق ركوبة قال ابن سعد حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهما معه أبو بكر رضي الله عنه وكانت لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة يعني طلب لها الرضاع وكانت ترضعها امرأة منا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة فقال له سعد هذا الغائر من ركوبة من ركوبة وبه للصان من أسلم يقال لهما المهانان يعني الطريق ده مختصر بس فيه للصين هيأبلونا فإن شئت أخذنا عليهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليهما لعشان يدعوهم قال سعد فخرجنا حتى أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه هذا اليماني فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلم دعاهم للإسلام فقبلوا ثم سألهما عن أسمائهما فقال نحن المهانان اسمين عجيبين يعني فقال بل أنتم المكرمان ليه أسلم خلاص فبدل الإسم بدل المهانان بقوا المكرمان وأمرهما أن يقدم عليه المدينة يعني يبقوا يذهب المدينة دعوته صلى الله عليه وسلم للأعرابي في سفر أخرج الحاكم أبو عبد الله النيسى بوري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنى منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد قال إلى أهلي المسافر مروح لأهل قال هل لك إلى خير قال ما هو قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله قال هل من هل من شاهد على ما تقول يحد يشهد قال هذه الشجرة ودعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي على شاطئ الوادي يعني في جانب الوادي شاطئ الوادي اللي هو بين الجبال أو بيبقى فيه سهل كده منحدر بتمشي فيه الماء فهي على جانب الوادي اللي هو بيسيل فيه الماء إذا جاءت الأمطار ودعاها النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الشجرة وهي على شاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا يعني تشق الأرض فقامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا يعني عرض عليها الشهادة فشهدت أنه كما قال شهدت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه فقال إن يتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه ولا رواه الإمام أحمد كذا في البداية وقال الهيثمي ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى أيضا والبزار انتهى يعني آية النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعني يري هذا الأعراب آية فيسلم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته